كما ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي أستاذ جمال بعد التحية أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري أهلا وسهلا بحضرينكم أستاذ المشاهدين أستاذ جمال يعني أبرز التوصيات التي خرج بها مؤتمر مصر الاقتصادي وكانت في هذه الجلسة الختامية وعلى الهواء مباشرة جلسة المكاشفة والمصارحة من الرئيس ومن الأحزاب ومن كافة فئات المجتمع ما الذي قرأته ونرجو أن تدلي به للمواطن والمشاهد الكريم في الحقيقة هناك رسائل مبشرة وقوية جدا جاءت من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي الذي خرج بتوصيات تصبط في مصلحة المواطن ومصلحة الدولة المصرية وهنا نتوقف أمام عدة ملاحظات لاحظنا خلال الثلاثة أيام نحن أمام 19 جلسة عقدت أمام 30 ساعة عمل أمام 240 متحدث أمام 1200 من المشاركين وبالتالي هنا أيضا الملحوظة التانية أن الحضور شمل شخصيات من مختلف الألوان السياسية والأطياف السياسية من 80 حزب 60 شخصية من الحوار الوطني شخصيات متنوعة من مختلف الألوان والأطياف السياسية الأمر الذي يؤكد سلامة وصحة الرؤية المصرية في هذا التوقيت قبل أو استعدادا للدخول إلى الجمهورية الجديدة وأيضا هنا نتوقف أمام فتح الباب أمام الجميع المشاركة في صناعة وصيامة القرار المتعلق بالدولة سواء في الملفات الاقتصادية وغيرها تزامن المؤتمر الاقتصادي مع الحوار مع مسار آخر هو مسار الحوار الوطني وبالتالي هنا في رؤية متكاملة ما بين الحوار الوطني وما بين المؤتمر الاقتصادي كل يكمل الآخر المحوار الاقتصادي في الحوار الوطني يعني قدم تمن أسئلة تمن قضايا إلى إدارة المؤتمر الاقتصادي الرئيس المتحدة يتكلف إدارة المؤتمر الاقتصادي بالرد على هذه الأسئلة وليتم البناء عليها داخل المحوار الاقتصادي في الحوار الوطني استدراك ما يمكن استدراكه أستاذ جميل أو الإضافة أو الاستعديل أو الاستفادة منه كتبعا ستسمى الاستفادة منه إذن نحن أمام دولة مصرية يعني تشير في أكتر من المسار مسار المؤتمر المصادي مسار الحوار الوطني مسار الفراجات مسار المؤتمر المناخ مسار محاربة الإرهاب كل هذه المسارات تشير بالتوازي في آن واحد رؤية استراتيجية قوية وحققية وانقعية وانقعية أود أن أسألك أستاذ جمال أود أن أسألك عن إجراءات الحكومة للتعامل مع الملافات الاقتصادية المختلفة سواء بقى من مخرجات الحوار الوطني من مخرجات مؤتمر مصر الاقتصادي 2022 وما تلاه من جلسات مختلفة ومتنوعة وهناك أيضا آلية لتبني حوار مستمر وبناء بين كافة أطياف المجتمع وأيضا سيكون هناك توصية أو هناك توصية بالفعل من إجراء هذا الحوار بشكل سنوي يعني كيف يمكن التعامل مع كافة هذه الإجراءات والتوصيات والتي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تخطي التحديات الرهنة الرئيس أمر بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع أمر أيضا الرئيس أمناء السيتي بي أو كلفة الحكومة بعقد مؤتمر دوري سواء سنوة أو صفة دورية لتبادل الرؤى واستمرار تبادل الرؤى والحقوش وتأكد من كشف حساب ما تم إنجازه في المؤتمرات السابقة وبالتالي هنا توجد آلية لضمان تنفيذ مقردات هذا المؤتمر وغيره والتأكد من تبديده على أرض الواقع وأن هناك مجلس أمناء من مختلف التخصصات والخبرات المجارك في الرقابة والمتابعة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر نعم طيب أستاذ جمال مقترح آخر وهو التكامل وفكرة التكامل ما بين فئات المجتمع وتفعيل لجنة العفو الرئاسي كل هذه الأمور ما الذي ينعكس من خلالها على المواطن وعلى صحة القرار وعلى التفاصيل المختلفة والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية وأيضا الجوانب الاجتماعية من خلال عدم تحمل المواطن المصري أو تحمل كاهيلي لأعباء اقتصادية جديدة كل ما يحدث نعم قدمة المواطن وتقديم محافظات المواطن وعلى العقابات والعزامات الاقتصادية التي تواجه المواطن وكلها تشير بالتواجه أيضا لتقصير الفترة والمدة الزمنية في المصول إلى علاجات وحضور وسواء يصد في مصلحة المواطن وبالتالي هنا سواء العفو أو المؤتمر الاقتصادية أو الحوار الوطني الهدف منه إحداث من الطمحنينة الحقيقية الجادة والتأكيد على أنه لا إقصاء لأحد لا إقصاء لأحد على يعني أنا هنا بكتلم على موضوع يعني دلالات الحوار الوطني والمشاركة فيه من مختلف القوات السياسية وهنا لا إقصاء لأحد ومن تلطقت يمنوا بالدماء وجماعات الأرابية وغيرها كما يعني أكد الرئيس وكما يعني أكد مجلسه من الحوار الوطني منذ اليوم الأول وكانت المبادرة واضحة لمن يلتحق بها وبالتالي هنا وبالتالي هنا البصارات تنطلق من أرضية وطنية الذين يرغبون في بناء الدولة فلا تفضلون للمشاركة والذين لا يرغبون فعليهم انتهاب بعيدا عن الروح الوطنية الروح الوطنية هي نقطة الانطلاق فيما يتعلق بي يعني هذه المسارات كل هذه المسارات تبحث مقابل أول بصول إلى حلول حلول الشارع يتحدث عن بعض الأزمات القصدية وهي أزمات عالمية بالأساس يعني أزمات عالمية ونصر جزء من العالم وبالتالي التي تتأثر منه ويكون التأثير واضح شأنها شأن أي دولة على خريطة العالم وبالتالي هنا البحث هنا الصمود هنا وخلينا نقول أنه لو تأملنا ما حدث في النصر أو تأملنا هذا المؤتمر القصادي وما شهده من يعني التوقيتات وساعات عمل ومتحدثين كما ذكرت لحضرتك بالأرقام وهناك إخبال وفتح السهية والقوة السياسية كلها للمشاركة في هذا المؤتمر وهذا المؤتمر الذي يمثل مسار أو ضمن مسارات مشتركة مع الحوار الوطن وغيره كل هذه حالما يتم عام 2016 من الإصلاحات القصادية يعني وهذه الإصلاحات القصادية وزي ما شوفنا السيد الرئيس بالجلسة الإصلاحية الأولى للمؤتمر ومتحدثين أو الآن تحدث عن هذا القرار وصعوبة هذا القرار إذن نستطيع القول أستاذ جمال أن هذه القرارات تعمل دائما وأبدا لصالح المواطن وأيضا هذه القرارات بالتكامل مع الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي كلها أو جميعها تعمل على صياغة رؤية حقيقية لمواجهة ومجابة التحديات على كل أحوال شكرا جزيلا ضيفي الكريمة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر